الله أكبر الله أكبر وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأوثى بالأوثى فمن عثى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما يثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفتوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هنا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تمنوا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغذوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفليحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة والشد من القتل ولا تقاتلوهم عيد المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فعليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتاقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به يذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أميتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة نذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزال التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عيد المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ما باكم وشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناداب النار أولئك له نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشير نفسه بالتغام ورضاة الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتهم الله في ظلل من الغمام من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سأل بني صرائل كما تيناهم من آية بيلة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا واسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزوزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينه دنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إسلاح لهم خير وإن تخالطهم فيخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله الأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسألونك عن المحيض قل هؤدا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاووا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل لهن إن يكتمن ما خلق الله في رحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الطلاق مرتان فإمساكم ببعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلقى حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فين طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنجح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلقى حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا تلقموا النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعدكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سمع الله أكبر سمع الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله أكبر سمعهن بمعروف لا تكلف نفس إلا بسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولد له بولده وعلى الوالث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضيعوا أولادكم فلا جناح عليهم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم يذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تبعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المستوى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجال النور ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سمع الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وأعلموا أن الله سمع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني سرائل من بعد موسى إذ قالوا للبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيت من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تغلوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له ملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله آسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التعبد فيه سكينة من ربكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم من كنتم مؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا منصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل دامود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اللف سدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله 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 لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العديم لا يقراها في الدين قد تبين الرسل من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمدك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خافية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله متعام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعد يوم قال بل لبست متعام فانظر إلى طعامك والشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس فانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي يرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بنا ولا كل يتمين قلبي قال فخذ أربعة من الطين فسرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا شكرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبثت سبع سنابل في كل صنبلة يتحبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون منفقوا من ولا ذلهم أجرهم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف مغفرة خير من صدقات يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أما لهم ابتغى مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيضا أحدكم تكون له جنة من نخيل وأعناب من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا ونفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تئمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتيا خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فلعماه وين تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلينفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفق من خير وفينيكم وأنتم لا تذلمون للفقراء الذين احشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا تنفق من خير فإن الله ومن خير فإن الله اشتركوا في القناة شكرا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجرهم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فلهما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار آثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم أجرهم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من يسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الإلاج المسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا أو لا يستطيع أي من الله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومراتان مما ترضون من الشهداء من الشهداء ينتظل إحداهما فتذكر إحداهما النفرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا وانتكتبوه صغيرا وكبيرا إلى جنه ذلك مقصة وعيد الله وأقوم للشهادة وأدنى وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته ولاتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا بصحها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراء كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وهياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس منزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنهم الكتاب هنهم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في علم يقولون آمنا به كل من عيد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا هديتنا وهبلنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغنع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم قود النار كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التاقتا فئته تقاتل في سبيل الله وأخرى وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبر تلئ للبصار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقاطرة من الذهاب والفضة والخيل المصفمة والنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات متجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ولذوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والملائكة وولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عيد الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجه لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا ويتولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا وازعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاها من كل دا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وعقلا سليما وفهما سليما وقلبا سليما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سختك والنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين